نعم أكيد طبعا البيض يعتبر مفيد ولكن هناك بعض الحالات اللي الشخص إذا تناول فيها البيض رح تزيد العرضة من الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية هذه الحالات مثلا إذا كان الشخص يكون في حالة التهابية الحالة التهابية اللي يكون فيها الشخص أثناء زيادة الوزن أو أثناء زيادة محيط الخصر اللي رح يكون غير مناسب لطوله أو مع تناول الأكلات الالتهابية مثل السكر الأبيض الطحين الأبيض المعجنات تناول هذا الأكلات بشكل متكرر هذا شيء أيضا رح تزيد من الالتهابات داخل أجسامنا وهذه الأكلات أيضا رح ترفع مستوية سكر الدم ومستوية الإنسولين بشكل مزمن فهذه الحالات الصحية اللي ذكرناها اللي هي زيادة الالتهابات داخل الجسم والارتفاع المزمن لمستوية سكر الدم والإنسولين إذا دمجناها مع تناول البيض فرح يكون هناك الضرر وكمثال نوضح هذا الشيء مثلا إذا كان الشخص يفطر بشكل يومي البيض ولكن يتناوله مع سندويتش مصنوع من طحين أبيض مكرر وكان يتناول معه عصير سكري عالي بالسكريات وكان يتناول هذا الأنواع من الوجبات بشكل متكرر مع ذلك هناك زيادة بالوزن ففي هذه الحالة حتى مع تناول البيض حتى وإن كان مفيد فرح تزيد العرضة والفرصة من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فزيب أنتم ملاحظين أن المشكلة ليست بالبيض المشكلة الأساسية هي أن الشخص يكون في حالة التهابية ومع ذلك يتناول الأكلات الالتهابية اللي ذكرناها مثل الطحين الأبيض والسكريات فإذا الشخص حاول أن يتخلص من الحالة الالتهابية اللي يعيش فيها وحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأكلات الالتهابية مثل السكريات والنشويات المعالجة بكذا رح يساعد الشكل كبير على خضم من مستويات سكر الدم وخضم من مستويات الإنسولين والتخلص من مشكلة بقاومة الإنسولين فوقتها رح يكون تناول البيض مفيد جدا حتى رح يكون وقاية من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة لأن البيض بحد ذاته يعتبر غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم مثل فيتامين A والفوليت أيضا يحتوي على البي عائلة فيتامين باع اللي هي بي 2 وبي 5 وبي 12 يحتوي أيضا على الكولين السيلينيوم فيتامين A والزينك وبالنسبة للكلسترول الغذائي القادم من البيض مثلا فما لها علاقة أبدا بالاعتلالات اللي هو اعتلالات الدهون داخل أجسامنا لازم نعرف إنه اعتلالات الدهون داخل الجسم اللي هو ارتفاع الدهون الثلاثية الضارة انخفاض الدهون النفعة هذه ليست بسبب تناول البيض أو الأكلات العالية بالكولسترول إنما هو خلل موجود داخل أجسامنا وهو خلل أيضي وصاحبها زيادة الالتهابات ومشكلة أيضية تسمى مشكلة مقاومة الإنسولين فعشان نتخلص من اعتلالات الدهون داخل الجسم مو شرط إنه نستبعد الأكلات العالية بالكولسترول عادي جدا ممكن إضافتها بنظامنا الغذائي إلا لن نسوي إنه نتخلص من المشكلة الأيضية اللي هي مشكلة مقاومة الإنسولين عن طريق مثلا التزام بالأنظمة مخفضة النشويات واتباع عداد الصيام بكافة أنواع حتى الصيام الإسلامي يساعد بتحقيق هذا الهدف أيضا مع زيادة النشاط بكذا رح نزيد من حساسية الإنسولين والتخلص من هذه المشكلة الأيضية أيضا من المهم جدا خفض من التهابات الجسم عن طريق الابتعاد من الأكلات الالتهابية اللي ذكرناها اللي هي السكريات والمشروبات السكرية والطحين الأبيض والسكر المكرر فما في داعي أبدا من أنك تلغي البيض عشان تكون في حماية ووقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية أو إذا كان هدفك ضبط مستويات الدهون داخل الجسم بالعكس تناول البيض هذا الشيء رح يساعد من رفع من الدهون النافعة وهي الـ HDL لازم نعرف أنه كل ما ارتفعت الدهون النافعة وهي الـ HDL كل ما كنا بعيدين أكثر من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتناول البيض رح يساعد على تحقيق هذا الهدف أيضا البيض يعتبر عالي بالكولين الكولين يعتبر من مجموعة عائلة فيتامين با وتناول أربع بيضات رح يساعد على تغطية الاحتياج اليومي من هذا المركب المهم فهذا المركب له دور جدا كبير مع التعامل مع الدهنيات داخل أجسامنا والأشخاص الغير حريصين على تناول الأغذية العالية بالكولين الموجودة بالبيض فوقته الجسم رح يجد الصعوبة الشديدة بالتخلص من الدهون المتراكمة داخل عضو الكبد عضو الكبد من العضاء الرئيسية لتساعدنا على التخلص من أي مشاكل أيضية ويجب علينا الحفاظ على صحة هذا العضو قدر الإمكان عشان نكون قادرين أكثر على تنظيم مستويات الدهون داخل أجسامنا أيضا إذا مجينا الجسم بالكولين الموجودة بالبيض فهذا الشيء رح يساعدنا على الإصلاح الخلوي عملية الإصلاح الخلوي عملية جدا مهمة تحمينا وتكون وقاية لنا من الإصابة بأمراض القلب وتصلبات الشرايين لأن هذه الأمراض هي بدايتها بالأساس هي ضرر وتلف داخل جدار الأوعية الدموية وإذا حافظنا على بطانة الأوعية الدموية بكذا رح يكون في وقاية من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة أيضا تناول البيض رح يساعدنا على رفع معدل الأيض رح يساعدنا على أشعور بالشبع أطول فترة ممكنة فبالك كاننا الصيام أطول فترة أيضا الحرص على تناول البيض هذا الشيء رح يساعدنا بنزول الوزن والتخلص من الدهون عن طريق زيادة الأحساس بالشبع وعدم المبالغة بتناول سعرات حرارية عالية فإذا كنا قادرين على نزول الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة داخل أجسامنا فوقتها الجسم رح يكون قادر أكثر على التعامل مع الدهون داخل الجسم بدل ما أنها تتخزم في أماكن غير مرغوب فيها مثل جدار الأوعية الدموية فلا تقلق أبدا من تناول البيض بشكل يومي طالما كنت ملتزم بعادات صحية وأدوات تساعد بالتخلص من مقاومة الإنسلين وعلى خفض من التعابات الجسم فوقتها البيض رح يكون أفضل صديق لك بمشوارك بنزول الوزن واسترجاع الصحة والوقاية من الأمراض ومن أهماء أمراض القلب والأوعية الدموية لكذا نكون انتهنا من هذا الفيديو فإذا أعجبك الموضوع تنضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني للاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نحتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون وإسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية